السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج مساء الخير بروكسل اللي كان بوهت لكم مباشرة من قناة مغرب تيفي ويسعدوني منصب القرش نكون معكم في كل حلقة من الحلقات فيني بلورات مجموعة من النقاشات العمومية والغير العمومية وكذلك الحياتية اللي كانت تكون بيني وبينكم من خلال مجموعة من المواضع أكيد كل حلقة كنحاول الجديدة نختاروا بعض المواضع اللي كتهمكم وكتهم كتير من الناس اللي كيتابعونا بالإضافة كنشكر كل الإخوان اللي كيتابعونا عبر يعني قناة مغرب تيفي في هذا البرنامج المباشر مساء الخير بروكسل كنشكرهم على حب وحكم التتبع ديالهم والمساندة الدعم ديالكم أكيد نحن جيد سعداء بكم موضوع ديال الحلقة دليوم هو اللي كيبن على الشاشة مغاربة العالم اللي عودة نهائية إلى المغرب هذا موضوع قبل ما مبدأ في هذه الموضوع أي واحد فينا اللي عايش يعني كمغاربة العالم كمهاجرين كجالية مغربية ومغير المغربية الجميع الجاليات كي الدين ديالهم يراودهم في الدين ديالهم أو في البخيلة ديالهم واحد نهار لعيشي واعيرجعو به البلاد كيما قنقولو عيرجعو المغرب او مغير المغرب عيرجعو البلاد إذن هذة الفكرة هذه دايما قائمة يعني النهار اللي كان وضعوا القدم دينا في بلاد الإقامة بلاد المهجر دايما كي جينا ديك الحس أو في الخيال دينا أو في الحلم دينا أو في الواقع دينا أو في حياتنا وحد نهار عايجي وعن استقروا وعن رجعوا كل واحد يرجع لبلاد دياله تانيا هذ المسألة هذي اللي كتروضنا واش فعلا على البداية يعني وطأت الأقدام دينا اللي كتروضنا هذ الأفكار واش مازال هذ الأفكار أو هذ الفكرة مازال كنتعيشوا معها ومازال كتروضنا أو هناك تغييرات كثيرة اللي خلتنا هذ المسألة إما نساوها أو نتنساوها أو ما نحطوها شقع فهذيك الاعتبار ديال الحلم أو الاعتبار ديال الدكريات من الأيام اللي جينا وكان نقوله وحن نهار عن جوة وعن رجعوا المغرب وهذا شي مرتبط بكثير من الأشياء مرتبط بالبلاد المغرب الاستقرار والأمن والوضعية الاجتماعية والحياتية ومجموعة ديال الإكرارات وأنتم ما كتعرفوا هات شي تالياً عاوتي غاجع لذيك البلد ديال الإقامة الاندماج وانسجام في الحياة ديال المهجر اللي هي فيها كثير من الإيجابيات وكثير من الأشياء اللي هي مهمة من الامتيازات إحنا كمهاجرين اللي كنتستفدوا منها وفعلاً مثلاً بلجيكا كثير من الناس كتستفد من بلجيكا من دولة بلجيكا من امتيازات عديدة اللي كتتعلق بهم شخصياً كتتعلق بالأولاد ديالهم كتتعلق بالحلم ديالهم إذن هذه المسألة دي أظن بعض المرات كيوضع لها بعض التغييرات يعني أو تغييرات إن صح التعبير في المسألة ولكن أنا اليوم بغيت نعاود نشبد هذا الموضوع ونشوف واشهد الفكرة ما زال كتراودنا واشهد الفكرة ما كينشي محل ديالها لا في الدين ديالنا ولا في العقل ديالنا يعني كي الناس اللي كي آمنوا أنهم وحنارها يرجعوا وكي الناس اللي كتهيئ نفسها أنها ترجع محل ديال المستثمري اللي كي استطموا اللي كيدخول المغرب يستطمر وكي يستقر بشكل نهائي يعني كيدلك العودة النهائية كذلك الناس المتقاعدين وحد في أموح يانا كذلك يمشوا في المغرب وتم استقراض ديالهم بشكل نهائي يعني في إطار العودة النهائية ولكن كي الناس الآن كيستعدوا لها العودة وكي الناس لا يستعدوا يعني مسألة العودة لا يوجد نهائية ما زال عايشين وقايمين إلى أن يريد الأرض ومن فيها إذن هذا هو الموضوع أنا نزيد نبسطه من خلال الكلام ديالي معكم ونهي يوم عمل هذا المباشر معكم لنجي نسمع الرأي ديالكم ونفتح الخط ديال الهاتف اللي يبن على الشاشة ونسمع الرأي ديالكم واشتما متفقين مع المسألة لا واشتما تهودوا عنكم واحد نهار اللي مخططي له أو كتفكروا يعني كتفكير أو كتدبروا واحد نهار اللي يمكن ترجعوا إلى المغرب إلى البلد ديالكم الأصلي أو عندكم كلام آخر من غير هذه المسألة إذن هذا هو الموضوع ديالحلقة اللي نتمنى أنكم تفعلوا معايا من خلال برنامج مسألة الخالي هو فعلا أرضية للنقاش وفضاء اجتماعي اللي يمكن نتحكي وفيه ونهضرو فيه وننقشوه ونعطوه الرأي ديالنا وشنو بصراحة كيفاش كتشوف الأمور واش فعلا أنت من الناس اللي يمكن أنهم عاجعوا واحد نهار نكا نقوليش يومه ولغدة العودة أنية إلى المغرب أو لكن أنت منذك الناس اللي كيف يفضلوا أنهم يبقاوا في هذه البلد إلى أن ياريت الأرض الله ياريت الأرض ما فيها إذن هذا هو الموضوع الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة